السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلاب استعرضنا في الدرس السابق بعض التمارين على تطبيقات ضعف ومضاعفات الزوايا بدلالة الزوايا الزاتة وكذلك تطبيقات نصف الزاوية بدلالة الزاوية وسنكمل في هذا الدرس إن شاء الله بعض التمارين المختلفة حول هذه الفقرة التمارين الأول في هذا الدرس أثبت صحة المتطابقات الآتية المتطابقة الأولى زطا ألف ناقص زا ألف يساوي 2 زطا 2 ألف المتطابقة الثانية زطا ألف زائد زا ألف يساوي 2 قطة 2 ألف نبدأ بالمتطابقة الأولى والطرف الأول منها الذي هو زطا ألف ناقص زا ألف ونثبت أنه تساوي 2 زطا 2 ألف نحن نعلم أن الزطا ألف تساوي هي عبارة عن جتا ألف على جا ألف الزطا هي مقلوب الزا التي تساوي جتا ألف على جا ألف بينما الزا ألف هي جا ألف على جتا ألف تصبح زطا ألف ناقص زا ألف تساوي جتا ألف على جا ألف ناقص جا ألف على جتا ألف لجمع الكسرين بتوحيد المقامات أي نضرب المقدار الأول بجتا ألف والمقدار الثاني بجا ألف تصبح من الشكل جتا بجتا جتا مربع ألف على جتا ألف بجا ألف ناقص المقدار الثاني نضربه بجا ألف تصبح جا مربع ألف على جتا ألف بجا ألف بعد توحيد المقامات وبالتالي تصبح تساوي جتا مربع ألف ناقص جا مربع ألف على المقام المشترك اللي هو جتا ألف بجا ألف جتا مربع ألف ناقص جا مربع ألف على جا ألف بجتا ألف في البسط هو عبارة عن جة ضعفي الزاوية جة مربع ألف ناقد جة مربع ألف يساوي جة ضعفي ألف أو جة تنين ألف على جة ألف جة ألف أيضا بيضرب البسط والمقام باتنين تصبح من الشكل اتنين بجة تنين ألف على اتنين جة ألف جة ألف نلاحظ أنه في المقام هو عبارة عن اتنين جة ألف جة ألف أي جة ضعفي الزاوية وبالتالي تصبح تساوي جا 2 ألف في البسط 2 بجتا 2 ألف على جا 2 ألف نلاحظ أن جتا 2 ألف على جا 2 ألف هي عبارة عن زطا 2 ألف وبالتالي تصبح 2 بزطا 2 ألف 2 بزطا 2 ألف وهو الطرف الثاني أي أن زطا ألف ناقص زا ألف تساوي 2 زطا 2 ألف وهو المطلوب الأول في هذا التمرين التمرين الثاني اللي هو زطا ألف زائد زا ألف يساوي 2 قتا 2 ألف ننطلق أيضا من الطرف الأولي اللي هو زطا ألف زائد زا ألف أيضا زطا ألف هي عبارة عن جتا ألف على جا ألف وزا ألف تساوي جا ألف على جتا ألف وبالتالي تصبح جتا ألف على جا ألف زائد جا ألف على جتا ألف للجا معنى واحد المقامات أي نضرب الأولى بجا أليف والثانية بجا أليف تصبح من الشكل جا بجا جا مربع أليف على جا أليف جا أليف زائد جا بجا جا مربع أليف على جا أليف بجا أليف بنتهي تصبح جا مربع أليف زائد جا مربع أليف على المقام المشترك جا أليف جا أليف لكن في البسط جا مربع أليف زائد جا مربع أليف تساوي الواحد تساوي واحد على المقام جتا الف بجا الف. ايضا بيضرب البصل المقام باتنين تصبح من الشكل. اتنين على اتنين جا الف جتا الف. والمقام هو عبارة عن جا ضعفي الزاوية. اتنين جتا الف جا الف هو جا ضعفي الف او جا تنين الف. تصبح اتنين على جا تنين الف. وجا تنين الف في المقام هي مقلوب القتا أي واحد على جا تنين ألف تساوي قتا تنين ألف مضروبه في اثنين وبتالي تصبح اثنين بقتا تنين ألف وهو الطرف الثاني أي أن زطا ألف زائد زا ألف يساوي اثنين قتا تنين ألف وهو المطلوب في هذا التمرين تمرين آخر أصل الصحة المتطابقة 1 زائد جا تنين سين زائد جا تنين سين على جا تسين زائد جا تسين يساوي اثنين جا تسين أبدأ من الطرف الأول اللي هو 1 زائد جا تنين سين زائد جا تنين سين على جا تسين زائد جا تسين نلاحظ في البسط هو دستير ضعفي الزاوية بينما في المقام هو جا تسين جا تسين جة 2 سين تساوي 2 جة سين جة سين ولكن جة 2 سين تساوي 2 جة مربع سين ناقص واحد بالتحويل واحد زائد جة 2 سين تساوي 2 جة سين جة سين جة 2 سين تساوي 2 جة سين جة سين ولكن جة 2 سين تساوي 2 جة مربع سين ناقص واحد جتا 2 سين تساوي 2 جتا مربع سين ناقص 1 على المقام اللي هو جتا سين زائد جا سين نلاحظ في البسط 1 ناقص 1 وبالتالي تصبح 2 جا سين جتا سين زائد 2 جتا مربع سين على جتا سين زائد جا سين باخراج 2 جتا سين عمل مشترك من الطرفين في البسط تصبح من الشكل از ا Uhr polariveness, 2C في المقدار الأول judge سين المقدار الثاني judge سين نلاحظ usually judge سين زائد judge سين مقام judge سينته يجятно وبالتالي judge سين زائد judge سين على judge سين judge سين واحدة تصبح تساوي اثنين judge سين Reading judge سين هو الطراف الثاني اي انه 1 زايد جاة دي سي زايد جاة دي سي على جاة سي زايد جاة سي يساوي 2 جاة سي والمتطابقة صحيحة أيضا تمرين آخر أثبت صحة المتطابقة التالية جاة 2 ألف يساوي 2 زا ألف على 1 زا مربع ألف نلاحظ الطرف الثاني اللي هو 2 زا ألف على 1 زا مربع ألف زا ألف هي عبارة عن جا ألف على جتا ألف وبالتالي اثنين جا ألف على جتا ألف على الزا مربع ألف هي جا مربع ألف على جتا مربع ألف والواحد بعد توحيد المقامات هو جتا مربع ألف على جتا مربع ألف جتا مربع ألف على جتا مربع ألف واحد والزا مربع ألف هي جا مربع ألف على جتا مربع ألف وبالتالي تصبح في المقام جا مربع ألف زائد جا مربع ألف على المقام مشترك جا مربع ألف ولكن في المقام أيضا جا مربع ألف زائد جا مربع ألف هي عبارة تساوي الواحد وبالتالي تصبح من الشكل 2 زا ألف على 1 زائد زا مربع ألف تساوي 2 جا ألف على جا ألف على 1 على جا مربع ألف نلاحظ في جة ألف على جة ألف من المقامين تصبح 2 جة ألف على واحد واحد على جة ألف بعد الاختصار pestera مع جة بالتالي كسر على كسر البعيد في البعيد على القريف في القريب 2 جة ألف على واحد وبتالي تصبح 2 جة ألف جة ألف و2 جة ألف جة ألف هي عبارة عن جة ضعفي الزاوي أي جة 2 ألف جا 2 ألف وهو الطرف الأول أي أن 2 زا ألف على واحد زا مربع ألف يساوي جا 2 ألف وهو المطلوب في هذا التمرين تمرين آخر حل المعدلة جتة سين ناقص 20 درجة يساوي 0.6 للفترة بين 0 درجة و 360 درجة للزاوية سين جتة سين ناقص 20 درجة يساوي 0.6 العدد 0.6 هو عبارة عن جتة 53.13 درجة 0.6 يساوي جتة 53.13 درجة أصبحت لدينا جتة تساوي جتة وهي معادلة بسيطة إما الحل الأول أن تكون هذه الزاوية تساوي 0.13 درجة زاية 360 كاف وبالتالي لمناقشة الحلول ضمن الفترة من الصفر إلى 360 درجة بالتالي بالتعويض فقط إذا كانت كاف تساوي الصفر فإن سين تساوي 73.13 درجة وهو الحل الأول لقيام سين قلنا أن إذا كانت جتة تساوي جتة فإن الحل الأول سين ناقص 20 درجة يساوي 53.13 زاية 360 كاف أو سين ناقص 20 تساوي 360 ناقص 53.13 زاية 360 كاف 360 ناقص 53.13 اللي هي 306.13 وبالتالي بجمع 20 للطرفين تصبح سين تساوي 306.13 زاية 20 زاية 360 كاف 326 اللي هي 326.13 زاية 360 كاف أيضا لمناقشة الحلول قيم سين في الفترة بين الصفر و360 لا يوجد سوى أن تكون كاف تساوي الصفر وبالتالي سين تساوي 326.1 درجة أي أن للمعادلة جتة سين ناقص 20 يساوي 0.6 حلان لقيام سين هما 73.1 درجة و326.1 درجة ضمن هذه الفترة بين الصفر و360 درجة وهو المطلوب في هذا التمرين أيضا حل المعادلة الاتيه جا سين زاية جتة سين زاية 40 درجة يساوي الصفر لقيام سين بين الصفر درجة و360 درجة لدينا المعادلة اللي هي من الشكل جا سين زاية جتة سين زاية 40 يساوي الصفر نستطيع أن نحل بعد الطرق مثلا بفك مركبة الجتة أو بتحويل جا سين إلى جتة سين لتحويل جا سين إلى جتة سين لتصبح جتة تساوي جتة نلاحظ أن جا سين تساوي ناقص جتة سين زاية 90 وهي متطابقة ثابتة جا سين تساوي ناقص جتة سين زاية 90 بتعويض في هذه المعادلة تصبح من الشكل ناقص جتة سين زاية 90 زاية جتة سين زاية 40 يساوي الصفر بنقل جتة إلى الطرف الثاني تصبح جتة سين زاية 40 درجة تساوي جتة سين زاية 90 درجة أصبحت جتة تساوي جتة وبالتالي لها حلان إما أن تكون سين زاية 40 تساوي سين زاية 90 زاية 360 كاف الحل الأول ومن هذا الحل لا نستطيع الحصول على قيم سين أو الحل الثاني أن تكون الزاية سين زاية 40 درجة تساوي 360 ناقص سين زاية 90 درجة زاية 360 كاف بفك الأقواص ناقص سين ناقص تسعين تصبح سين زاية 40 تساوي 360 ناقص سين ناقص تسعين زاية 360 كاف وبالتالي ناقص سين في الطرف الثاني تصبح زاية سين زاية سين زاية سين 2 سين و 360 ناقص تسعين اللي هي 270 زاية 40 في الطرف الثاني تصبح ناقص 40 زاية 360 كاف تصبح من الشكل 2 سين تساوي 270 ناقص 40 زاية 360 كاف 270 ناقص 40 اللي هي 230 أصبحت تساوي 2 سين تساوي 230 درجة زاية 360 كاف بالقسمة على 2 للحصول على قيم سين والتالي 230 على 2 اللي هي 115 زاية 360 كاف أي أن سين مجموعة الحلول سين تساوي 115 زاية 180 كاف لمناقشة الحلول ضمن الفترة من الصفر لـ 360 إذا كانت كاف تساوي الصفر فسين تساوي 115 إذا كانت أيضا كاف تساوي الواحد وبالتالي سين تساوي 295 وهي ضمن الفترة من الصفر لـ 360 أي أن لهذه المعادلة حلان لقيم سين هما 115 درجة والـ 295 درجة ضمن الفترة من الصفر لـ 360 درجة وهو المطلوب في هذا التمرين عزيزي الطلاب بهذا التمرين نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم إلى درس جديد إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر